أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل ما أصطفيت في الحديث عن نهاية كاس مصر واستعدادات النادي الأهلي الكل بيتركبها في الحقيقة خلينا أكلمكم على استقبال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لرئيس نادي الوحدات الأردني زي ما حضراتكم شايفين اللقطات دي من مقر النادي الأهلي في الجزيرة والعلاقات دايما بتكون قوية جدا ما بين الأهلي والشقاء في مختلف الدول العربية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي استقبل ظهر اليوم بمقر الجزيرة وفدا من نادي الوحدات الأردني ضم الدكتور بشار الحواند رئيس النادي وحاتم أبو معلش عضو مجلس الإدارة محمد الكيالي المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة ورحب الكابتن محمود الخطيب وفد النادي الأردني مؤكدا اعتزاز الأهلي بالعلاقات القوية التي تجمعه بالأندية الشقيقة في كافة الدول العربية ومع الأندية الأردنية ونادي الوحدات على وجه الخصوص وعبر بشار الحواند عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال من جانب الكابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية مبديا رغبته الشديدة في تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها النادي الأهلي على كافة الأسعاد تعالوا نشوف التأرير أو تأرير خاص بالزيارة دي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ونرجع نكمل مع حضرتكم في البداية شكرا للنادي الأهلي للقائمين على الإعلام في النادي الأهلي شكرا لرئيس مجلس الإدارة الكابتن الخلوق محمود الخطيب زيارة مهمة وتاريخية لنادي الوحدات وبداية التعاون إن شاء الله مثمر ليست اتفاقية وحبر على ورق ولا بروتوكولات رسمية بعيدة عن كل هذا الموضوع سيكون هناك عمل على أرض الواقع تم التنسيق من هذه الزيارة منذ فترة طويلة لكن ظروف منعة الناديين يكون في اجتماع سريع لكن إن شاء الله ستكون هذه بداية مثمرة للتعاون على أرض الواقع اليوم تم طرح العديد من المواضيع مع الكابتن الخطيب فيما يخص في تعاقدات اللاعبين هل ممكن الوحدات يستفيد من اللاعبين في النادي الأهلي خصوصاً ما عندهم فرصة بالفريق الأول ممكن يستفيد منهم لوحدات بدلاً من نتعاقد مع اللاعبين غير معروفين اليوم النادي الأهلي موجود وهو يعني نادي نحن نفتخر فيه بالأردن نادي يعشق الملايين صراحة كما يعشق الوحدات الملايين يعني ناديين جمهريين اليوم لذا اتحدث القوة اكيد فيه نتائج على الأرض قوية جداً طلعنا على التجربة الاستثمارية في النادي الأهلي وكيف يتم تسويق شعار نادي الأهلي وهو الأهم طبعاً تجربة ناجحة فعلياً وقوية جداً ان شاء الله الوحدات يستفيد منها بشكل إيجابي ومهم يقدر يستفيد من شعار نادي الوحدات بشكل أفضل اليوم فيه الوحدات عنده متجر إلكتروني وطريقة تسويق معينة لكن لازم نطلع به ونرتقي بالفكر للمستوى اليوم شفناه في النادي الأهلي في موضوع التسويق واستغلال الشعار بطريقة فضلة هذا هي بداية التعاون ان شاء الله ستكون العديد من المجالات سيتم توقع اتفاقية قريباً جداً بعدما تحطينا الأطر والخطوط العريضة لهذه التفاقية والتفاقية تعاون فعلية على الأرض وتم دعوة النادي الأهلي لزيارة الأردن ولعب مباراة ودية مع نادي الوحدات وجمهير نادي الوحدات وجمهير الأهلي في الأردن متشوقين لأخواننا المصريين وبالخصص النادي الأهلي على الأراضي الأردنية يعني نادي الأهلي نادي متكامل يمكن هذا المقر واحد من أربع مقرات في محافظة واحدة وهذا إنجاز يحسب للنادي الأهلي يعني بصراحة منظومة متكاملة قاعات رياضية مجهزة لللاعبين بكل النشاطات المختلفة ملعب التدريبي صلاة مختلفة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية الاهتمام بالجانب الاجتماعي في النادي الأهلي مهم جداً بصراحة وجود العائلات ودعمهم للنادي هذا غير إنه مصدر داخل للنادي لكنه فعلاً مهم جداً يكون في عنا يعني مرافق وإنتم تهتموا بالأعضاء الموجودين بالعكس تجربة جميلة جداً وإحنا متمنى إنه هاي التجربة تنتقل الأردن عندنا إشي مصغر لكن سيتم تفعيلها بشكل أكبر إن شاء الله في الأيام القادمة النادي الأهلي جمهريته عالي جداً إحنا اليوم نعتبر جمهور نادي الوحدات وجمهور نادي أهلي جمهور واحد بتعرف أنا بعتبرهم نادي الشعب نادي الطبقة الوسطى لكنها الكادحة والفعالة والمحبة والعاشقة لكرة القدم اليوم إحنا لما يكون في بطولة وفيها النادي الأهلي جمهور وحدات بتحضر المباريات وبتشجع النادي الأهلي كما هو الحال في الأردن المعظم من الإخواننا المصريين في الأردن برضو عاشقين وكانوا مع النادي الوحدات ودعمين لنادي الوحدات في البطولة الأسوية العلاقة قوية جداً إن شاء الله لما يكون فيه مباراة وقريباً رح تكون إن شاء الله مع النادي الأهلي وحدات في الأردن رح تشوف هاي العشق الجماهيري اللي موجود بين الجمهور وحدات للنادي الأهلي يعني شيء محترم ومميز جداً وحرص الأهلي الدائم على علاقاته القوية مع مختلف الانديالة العربية وده شيء أكيد مهم بالنسبة لنادي الأهلي نتمنى النادي الوحدات الأردني كل التوفيق وما بيحاول يعني يستفادوا من نادي الأهلي أو ياخدوا بعض الخبرات من النادي الأهلي لن أتكلم كمسؤولين موجودين يعني من بعض الإدارة التنفيذية الموجودة في نادي الوحدات لأن النادي الأهلي رأت فيه أو على صعيد التصويق الرياضي ومنشآته البنية التحتية في الحقيقة وهذا أمر وقع ترجمة نانسي قنقر